بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الماد الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة روبية القائم على نفوس العاني بآجالها العاني بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ الخلق كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بحكمته إرادته ونفدت فيهم بقدرته مشيئته فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السماوات العلا ومنشع الأرضين والثرى وأشهد أن محمد عبده المرتبى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشعور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكرضات في النهار ثم أما بعد فقد قدر الله تبارك وتعالى عباد الله بحكمته ونطفه ورحمته أن تكون الحياة الدنيا ميدانا للصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان ابتلاءا وتدافعا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفزنة الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين لولا ذلك التدافع لظهر الكفر بقرنيه عباد الله لولا ذلك التدافع لستحل الضلال الفسقة الفجرة العالم ونشر ضلالهم لولا ذلك التدافع لما ظهر أولياء الرحمن الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون يصلحون على قدرهم فأصدعون بالحق ولا يبالون نعم عباد الله ذلك التدافع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قدره الله تبارك وتعالى لحكمة بريغة حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة قدر الله تبارك وتعالى وجود الكفر والكافرين من أجلها ووجود القلوب القاسية ووجود شياطين الإنس والجن حكمة بالغة عباد الله ألا تغني النذر عن كثير من البشر لكي يصطفي الله تبارك وتعالى ويجتبي من يشاء ولكي يصدع الرسل والأنبياء وأتباعهم عبر العصور بالحق عباد الله ولا يبالون في الله تبارك وتعالى ولا يأخذهم في الله لومة لائم هذه حكمة من الله تبارك وتعالى وهو يصطفي من عباده من يشاء ويصنع على عينه من يشاء من أنبيائه ورسله وأوليائه يدبر لهم من حيث لا يدرون عباد الله في خضم ذلك التدافع عباد الله لا سبيل للعبد المؤمن أن يتحصن وأن يكون على الحق إلا إذا اتصل بوحي من الله تبارك وتعالى اتصل بالوحي إن كان نبيا ورسولا واتصل باتباع الوحي إن كان وارثا للنبوة ووارثا للرسالة إن كان متعلما أو عالما على سبيل النجاة لا سبيل عباد الله إلى الثبات رغم وجود الفتن ورغم وجود الأمواج المطلاطمة من الفتن التي تموج كموج البحر المظلم التي لا تزال في تزايد واستعار منذ أن قتل عمر رضي الله عنه ذلك الباب الذي قسر ووضع السيف على الأمة عباد الله فلن يرفع حتى يأذن الله تبارك وتعالى بيوم القيامة نعم لا تزال الفتن في ازدياد عباد الله ولا تزال مضلات الفتن في ازدياد منذ ذلك العهد كما قال حذيف رضي الله عنه حين حدث عمر رضي الله عنه بذلك الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربات كالكوز مجخية لا يعنف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشي من هواء وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض قال حذيف رضي الله عنه وحدثته أن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا يوشك أن يكسر فقال عمر أيكسر الباب أم يفتح فإنه لو كسر لا يغلق أبدا فقال حذيف بل يكسر يا أمير المؤمنين فقال حذيف رضي الله عنه أكان عمر يعلم أنه هو الباب قال نعم كما تعلمون أن دون غد الليلة كسر الباب عباد الله وفتحت باء أبواب الفتن على مصرعيها على هذه الأمة ولا يثبت لها إلا أصحاب القلوب البيضاء كالصفا أصحاب القلوب البيضاء وهي إشارة إلى علمها وبصيرتها وكالصفا إشارة إلى الصخر في العزيمة والصبر والثبات عباد الله فلا يثبت لهذه الفتن إلا تلك القلوب الزجاجية إلا تلك القلوب الزجاجية إلا تلك القوية عباد الله هؤلاء الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى أئمة يهدون بأمر الله لما صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون فبالصبر واليقين عباد الله تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين اليقين هو إشارة إلى القوة العلمية قوة الإدراك قوة التصور قوة الفهم عن الله والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم والصبر عباد الله إشارة إلى القوة العملية فهو لا يبالي عباد الله بمن خالفه أو بمن خذله بل هو قوي كالصف تأتي عليهم أمواج فلا تزيده إلا صلابة ولا تزيده إلا وسوخاً ليس استعلاءاً وليس استكباراً وإنما ظهوراً على الحق عباد الله قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك لماذا عباد الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم هل يستعلون عباد الله هل يتكبرون هل ينظرون أنهم على الحق المطلق هل أنهم ينظرون عباد الله أنهم الذين يفهمون وغيرهم لا يفهم لا عباد الله وإنما السر في أول الحديث على الحق ظاهرين فهم تلقوا العلم آية آية وحديثاً حديثاً فمعهم الدليل من الكتاب والسنة فهنالك إذا استبان لهم ذلك الظهور ظهور الحجة والبيان عباد الله فإنهم يقفون في وجه الطغيان وفي وجه الضلالات والشبهات والشهوات ولا يبالون في الله تبارك وتعالى ولا يخافون في الله لوم تلائم نعم عباد الله إذا اتصلت عبد الله بالوحي تعلماً وفهماً فإنك لن يضرك من يعترض عليه حتى إن كان من يعترض عليك في مكانة موسى عليه السلام نبي من الأنبياء عباد الله ولكن لم يضر الخضر عليه السلام اعتراض موسى عليه السلام لأن الخضر كان على علم علمه الله تبارك وتعالى إياه لا يعلمه موسى وهو قد عذر موسى عليه السلام وقال وكيف تصبر على ما لم تحبه خبرا نعم كيف يصبر الكثيرون عباد الله ممن لا يفكرون إلا بالعاطفة ممن لا يحيطون بالشيء خبرا فكذلك لا يصبرون عباد الله لا يصبرون لأنهم لا يعرفون البينات في هذه المسألة ولا يعرفون الموازين الشرعية في هذه المسألة نعم عباد الله إن كنت على الحق ومعك دليل من الكتاب والسنة معك دليل من الوحي لن يضرك من يعترض عليك حتى وإن كان من يعترض عليك بمثابة عمر رضي الله عنه حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن أعطي الدنيا في ديننا لما نعطي الدنيا في ديننا ألسنا على الحق أليس على الباطل فلما نرضى بالدنية يا رسول الله فقال إني رسول الله ولست أعصيه وإنه لناصره لن يضرك من يعترض عليك إن كان معك دليل وإن كان معك الموازنات الشرعية وإن كان معك مقاصد شرعك وفهمك له هكذا لن يضرك عبد الله من يعترض عليك حتى إن كان من يعترض عليك في مكانة عائشة وطلحة والزبير رضوان الله عليهم أجمعين حين اعترضوا على علي رضي الله عنه وكان علي رضي الله عنه يؤكد أنه يعتقد أن عثمان مظلوما رضي الله عنه وقد قتل مظلوما ولكنه لم يحن الحين بعد أن يقتل الثوار وأن يقتل قتلته وهو لا يملك تلك البينات أن يكتشفهم ووصل الخلاف بينهم إلى القتال عباد الله ومع ذلك لا يفسقون ولا يبدعون بل تثبت لهم العدالة بل قال علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا وأثبت لهم الأخوة عباد الله ولم يضره في اجتهاده أحد لأنه على بينة من أمر الله تبارك وتعالى وإن كانهم أيضا مجتهدين عباد الله ولكن علي لم يبال في الله وكان هو على الحق والصواب وهذا ما بيّنه صلى الله عليه وسلم حين قال تمرق مارقة من المسلمين على حين فرقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق فكان علي رضي الله عنه ومن قاتل الخوارج الذين كانوا يزعمون أنهم ينصرون الخلافة الراشدة وعلى أيديهم انتهت الخلافة الراشدة بتكفير أهل الإسلام وتقتيل أهل الأوثان بالعاطفة الهوجاء بلا بينة ولا بصيرة حين يبترون الحقائق وحين يبترون النصوص عباد الله يقولون إن الحكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل نعم قد يتشدقون بالآيات وقد يقولون بعض الآيات ولكنها يبترونها ولا يجعلونها في سياق واحد مع القرآن والسنة والنصوص بجمعها فإنها لا تحرر المسألة عباد الله إلا بجمع النصوص كلها في المسألة الواحدة ورؤية المطلقة من المقيد والعام من الخاص والناسخ من المنسوخ هكذا عباد الله فعلوا الخوارج حتى قتلوا علي رضي الله عنه بدل أن يتعلموا منه قتلوه وكفروه بل قالوا لمن قتله من ملجم يا ضربة من تقي يبتغي بها عند الله رضوانا هكذا عباد الله يصنع الجهل بأهله هكذا عباد الله وعلى العكس عباد الله كان علي رضي الله عنه ثابتا على الحق لا تزحزحوا الأهواء ولا العواصف وكان على الحق إن كنت على الحق وعلى الدليل لا يضرك عبد الله من خالفك ولا يضرك من خذلك حتى ولو كان من خذلك وخالفك بمثابة الحسين رضي الله عنه كان ابن عمر وابن عباس ينهون الحسين ينهيان الحسين عن الخروج إلى العراق ومع ذلك خرج عباد الله ولم يتغير اجتهادهم بعد مقتله وقالوا قد كنا ننهاك عن ذلك وهكذا ابن عمر رضي الله عنه حين نهى عبد الله من الزبير عن التعرض للحجاج وإن كان الحجاج ظالما وإن كان عبد الملك من وروان قد أقام انقلابا على عبد الله من الزبير أمير المؤمنين ولكن مع ذلك القضية لا تحسب هكذا فقط بل تحسب المصطحة والمفسدة وتحسب بالقدرة والعجز وخالفه في ذلك عبد الله من الزبير وخالفه في ذلك أسماء ابن أبي بكر رضي الله عنها ومع ذلك عباد الله لم يضره ذلك في اجتهاده لأنه كان على بينة من أمره عباد الله لم يضر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يصدع بالحق وليس الصدع بالحق كما يظن الكثيرون أن تجاري العواطف وأن ترد الجماهير وأن ترد حتى من ينتسبون إلى العلم وإنما أن تتكلى بالقرآن والسنة وأن تتكلى بكلام الله وبالفهم العميق لكتاب الله تبارك وتعالى جلد الإمام أحمد 12 صوتاً لو جلدها غيره لو جلدها جبل لنهد كما قال من جلد الإمام أحمد عباد الله وخالفه كل علماء عصره حتى يحيى من معين خالفه في الجأر بهذه المسألة أن كتاب الله كلام الله غير مخلوق ومع ذلك وقف الإمام أحمد وحده عباد الله قيل لبشر الحافي ألا تقوم مقام أحمد قال إن أحمد يقوم مقام الأنبياء يصدع بالحق ولا يبالي ولا أستطيع ذلك نعم قد تخشى على نفسك قد تخشى على عرضك قد تخشى على أهلك ولكن مع ذلك لا تنكر على من يصدع بالحق وتوى يقول الحق ولا يبالي عبد الله كان الإمام أحمد يجردوه ويقول له قل كلمة يا أحمد أفك وثاقك بيدي أفك وثاقك بيدي فقال إيتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به فأقول به كان أول صوت يضربه قال بسم الله مع الصوت الثاني قال الحمد لله مع الصوت الثالث قال الله أكبر مع الصوت الرابع قال القرآن كلام الله غير مخلوق كان يسعه أن يسكت فقيل له ألا سكت فقال ألا سكت المبتدعة حتى أسقط هكذا عباد الله إنما يؤت ذلك الدين من المبتدعة إنما يؤت ذلك الدين من الجهل إنما يؤت ذلك الدين من الفهم المغلوط والشبهات المرتكسة عباد الله قال أحمد الحق ولم يخالف فقط الجماهير التي تجرها العواطف وإنما حتى خالف علماء عصره في الجهر بالحق عباد الله هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى حين وقف في محنته بل خالف من أجل تلك المحنة من هو أعظم منه قدراً الإمام أحمد في التفصيل في قوله لغضي بالقرآن مخلوق كان الإمام أحمد يرى أن ينتنع عن قعم هذه المقولة حتى لا تكون ذريعة للجهمية ولكن كان يرى الإمام البخاري التفصيل فيها وقال أفعالنا مخلوق وأراد التفصيل أن القرآن غير التلفظ به وألف في ذلك خلق أفعال العباد ومع ذلك عباد الله خالف من أجل تلك المسألة لأنه معه الحق ويجتهد فيه خالف من أجل هذه المسألة الإمام أحمد والإمام الذهلي بل نهى الإمام الذهلي عن مجالسته حتى خف مجلسه وحتى لم يبق معه إلا الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكان الإمام مسلم يقبل قدميه ويقوله أنت أستاذ الأستاذين وذهب الإمام مسلم إلى الإمام الذهلي وطرده الإمام الذهلي من مجلسه حين قاله أنت تجلس إلى البخاري فقال لا حاجة لي في مجلسك وظل وحده مع الإمام البخاري لم يتزحزح الإمام البخاري عباد الله في مسألة اجتهادية وفي مسألة كان يسعه أن يسكت عنها ولكن العلماء عباد الله يصدعون باجتهادهم ما دام على بينه وما دام على أدله ليس الصدع بالحق عباد الله هو الذي يرضي الجماهير أو حتى هو الذي يرضي العلماء وإنما الصدع بالحق هو ما يرضي رب العالمين تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أقول قولي هذا وأستغطر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكة يقول الحق بها السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال قائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذرهم أو خالفهم إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك هذا الحديث عباد الله تضمن البشارة لتلك القائفة بالرعاية والحفظ والكلاءة والحماية ولكن هذه البشارة اشترت الشرطين الشرط الأول هو الظهور على الحق وهو فهم الحق والعمل به ظهور حجته وضيانه في النفوس بالدعوة والبيان وإن توفرت الاستطاعة بالسيف والسنان ظهور الحق عباد الله هو السر الذي يحفظ الله به الأشخاص كما حفظ الأئمة المجتهدين المجددين عبر الزمان كالصحابة والتابعين وتابعيهم وكشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكشيخ الإسلام الإمام محمد إن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين ليست القضية في الأسماء وليست القضية في الكيانات وليست القضية في الأشخاص وإنما القضية في حفظ الحق والقيام بالحق والصدع بالحق وإن لم تحفظ الكيانات والأشخاص والجماعات الحق عباد الله ولم يتعلموه ولم يفهموه ولم ينصوه فلا حفظ لهم عند الله ولا كرامة لذلك وجودك في التاريخ عبد الله متوقف ونصرة الله تبارك وتعالك متوقف على تعلمك للحق فانظر عبد الله إلى كل من يتكلم وإلى كثير ممن ينطق ويتصدر وإلى كثير ممن ينتسب إلى العمل الإسلامي برمته والدعوة إلى الله فانظر إلى تعلمه للحق فانظر إلى حفظه لذلك الحق وأنت ستعلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين قال علي رضي الله عنه الناس ثلاثة عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستطيئوا بنور العلم ولم يهتدوا بنور الفهم يميلون مع كل ريح فإن كان من يتصدر العمل الإسلامي من الصنف الثالث فكيف يقود عملا إسلاميا ودعوة ربانية عباد الله كثير ممن يبتر النصوص وممن لا يفهم الموازين الشرعية ويظن أن الصدع بالحق مجرد عن ترية أو شجاعة لا من الصدع بالحق أن تقول في مرحلة من المراحل لمن يزأر أعدائك عليك تقوله إنك لغوي مبين كما قال موسى للرجل الطائش الذي كان يقاتل كل يوم من لا طاقة له به هذه مرحلة عباد الله وهذا هو الصدع بالحق فيها أن تقول هذا ظالم وهذا ظالم كلاهما ظالم كلاهما متسبم في وجود الظلم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب والديه قيل كيف يسب والديه قال يسب والدي الرجل فأسب الرجل والديه نعم هو لم يسب والديه ولكن تسبب في سبهما فهو كالفاعي أن تقول ذلك وتصطع به ولا تبالي هذا صدع بالحق عباد الله أم هذه نصص هذه نصوص اصدعوا بحق برمته لماذا تخشون على أنفسكم وعلى أعراضكم وعلى شهرتكم وأضوائكم ليست القضية في إرضاء الجماهير وليست القضية في الكثرة وإنما القضية في إرضاء رب العالمين تبارك وتعالى وفي الاجتهاد المنضبط بالنصوص والأدلة وبالاجتهاد المنضبط بالنصوص والأدلة والإجماع وفهم أهل العلم عباد الله هكذا يحفظ الله ذلك الشخص أو ذلك الكيان أو تلك الجماعة وإلا إن حركتها العواطف وإن حركها الجهل فلا حفظ لهم عند الله ولا كرامة تنسى في التاريخ كما نعوذ بالله من ذلك إنها تنزل إلى أسفل الدركات الخوارج الذين كانوا يزعمون أنهم ينصرون بهذا الإسلام تسمع دوية قراءتهم في معسكرهم من القرآن ترى صلاتهم تحقر صلاة الصحابة ترى صيامهم تحقر صيام الصحابة مع ذلك كلاب أهل النار يعوون فيها كما تعوي الكلاب كيف الجهل همج رعاع أتباع كل ناعق لم يستطيعوا بنور الفهم ولم يهتدوا بنور العلم يميلون مع كل ريح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين هذا هو السر وهذا هو الشرط الأول عباد الله والشرط الثاني أن يكونوا طائفة أن يتعاونوا على البر والتقوى أن يعضد بعضهم بعضا أن يؤازر بعضهم بعضا على الحق وليس على الباطل فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة ليست القضية في تجميع الناس وإنما القضية في تجميعهم على الحق وعلى الاعتقاد الصحيح وعلى ضبط هذه العلاقات والتجمعات والتجمعات على ميزان القرآن والسنة كثيرون ممن يطلق قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون فيقول بهذه الآية ويغترها من سياقها من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون نعم من الأحزاب التي نهى الله عنها الأحزاب التي تفرق الدين والتي تفارقه والتي تشتمع على ضلاله هذه هي الأحزاب عباد الله أما في الجملة فإن المؤمنين حزب فإن حزب الله هم الغالبون كيف نقول ذلك أو لا نقوله على حسب اتباع هذه الطائفة الحق أم لا ونحن لا نزعم تسكية لأحد ولكن نقول أن هذه هي القاعدة المؤمنون حزب وتحزبهم وتعاونهم إن لم يكن على الحق عباد الله فهذا هو المزموم وإن كان على الحق فهذه مقتضى البشارة لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين هناك تتحقق البشارة عباد الله لا يضرهم من خذ لهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك هي الريح الطيبة التي يبعثها الله قبيل الساعة بعدها قيام خلافة على منهاج النبوة وخروج المهدي وقيادته للملاحم وخروج في آخر زمنه المسيح الدجال الذي يمسح الأرض مسحة يمكث في الأرض أربعين يوما يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وسائل الأيام كبقية أيامكم يدعي الألوهية وربوبية ومع على ذلك براهين فتنة من الله تتبعه كنوز الأرض كيعاسي بالنحر يحي ويميت يأمر الأرض أن تنبت فتنبت والسماء أن تمطر فتمطر وبعد نزول المسيح عليه السلام وقتله المسيح الدجال وإراءة الناس دمه والإئتمام إمام المسلمين في صلاة الفجر وخروج يأجوج ومأجوج وإهلاك الله لهم بعد تأذيرهم من المسيح بجبل الطور ويحكو المسيح عليه السلام الأرض عباد الله فيعمها السلام والخير والبركة حتى تلعب الغزلان مع النمور الغزال يلعب مع النمر من كثرة الطعام والبركة عباد الله وهناك يبعث الله الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين من تحت آباطهم فلا يبقى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه ويبقى شراء الخلق وعليهم تقوم الساعة حتى تأتي هذه الريح وحتى يأتي ذلك الأمر من الله لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة تعلما وتعليما وتطبيقا ودعوة وبلاغا طائفة يتعاونون على البر والتقوى فقضيتك أن تكون منهم فقضيتك أن تسعى لإيجادهم وأن تجدهم وأن تكون منهم وأن تكونوا ممن ينصر الله في نفسه وفي نفوس من حوله وأن تفهم الحق القرآن والصنة آية آية وحديثا حديثا حتى تعرف بما يحفظ الله تبارك وتعالى الأشخاص وبما يحفظ الله الدول وبما يحفظ الله الكينات والجماعات بحفظهم للمنهج وحفظهم للمنهج جئس استعلاء واستكبارا وإنما حفظهم للمنهج بنحفظهم للحق وعلمهم بالحق وبذلهم من أجل الحق وصدعهم بالحق وصدعهم بالموازين الشرعية عباد الله وإن خالفهم كل من في أقطارها قولوا قولي هذا وأستفروا بها العظيم لي ولكم اللهم اغفرنا ذنوبنا وإصرافنا في أنبنا وفبت أقدامنا ونصرنا على قوم الكافرين اللهم هيئ لهذه أمة ورشخين يعز في أهل طاعتك ويبدأ فيه ويتاب على أهل معساتك ويوم قفير المعروف وينهى فيه على المنكر اللهم أقم على منجهاد أقمع أهل سيغي والعناد وأذن خلافتك أن تعود ولشريعتك أن تسود ومكن ديناك في الأرض وافتح له قلوب الناس اللهم استعملنا ولا تستذن اللهم اجعلنا من جنودك الذين تستعملوا في طاعتك ونصرات دينك اللهم استعملنا ولا تستذن اللهم اضغطنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مقبلين اللهم اصرح والمصرع فينا في سوريا اللهم اصرح والمصرع فينا في العراق اللهم اصرح والمصرع فينا في بورما اللهم اصرح والمصرع فينا في مالي اللهم اصرح والمصرع فينا في غزة اللهم اجعل مصر بلدا آمن مطمئن رخاء وسائل ولاد المسلمين اللهم ارفع عنها الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم احكم دماء المسلمين الله مرد المسلمين إلى دينهم ربا جميلة الله مرفع بلاد المسلمين الوباء والغلى والربى والزنى والفواحش والفتن والصوم والمحن قل قوي هذا وأسف الله العظيم ليوليكم أطنص اشتركوا في القناة